خضعت الحكومة الفرنسية لضغط الشارع وقرر نواب الأغلبية الحاكمة إعادة صياغة مادة في قانون الأمن الشامل تعاقب بالسجن والغرامة على نشر صور الشرطة أثناء ممارسة عملهم سنعمل مع مجموعة بل لمنية أخرى على إعادة صياغة المادة الرابعة والعشرين في القانون بحيث تضمن أمن عناصر الشرطة وحرية الصحافة في آن واحد جاء القرار بعد مظاهرات احتجت على القانون شارك فيها الصحفيون معتبرين التصوير ضمانا لممارسة دورهم الرقابي ورغم السلمية المظاهرة إلا أن العنف الذي وقع عند تفريقها تصدر المشهد خاصة أن أحد ضحاياه مصور وكالة الصحافة الفرنسية التي سجلت احتجاجا رسميا شدد عناصر الشرطة على استهدافهم خلال تفريق المظاهرة من مجموعات عنيفة وقال وزير الداخلية أمام لجنة تحقيق برلمانية إن هدف القانون الجديد هو التصدي لنشر صور بهدف فتح هوية أفراد الشرطة وجعلهم مع عائلاتهم عرضة للتهديدات في الشرطة كما في كل المؤسسات هناك ممارسات فردية غير مقبولة يجب إدانتها ولكن ما من تناقض بين حماية عناصر الشرطة وحماية حرية الصحافة الجدل حول عنف الشرطة في فرنسا تصاعد بعد نشر فيديو لتفكيك جرى بعنف لمخيم للاجئين في باريس وآخر تضمن عبارات عنصرية ولكمات من أفراد في الشرطة بحق منتج موسيقي أسود وأدى نشر هذا الفيديو والانتقادات الواسعة حوله إلى حبس عناصر من الشرطة على ذمة تحقيق بدأته الأجهزة الرقبية بوزارة الداخلية تحاول الحكومة الفرنسية تهديئة الشارع من خلال إعادة صياغة مادة في قانون الأمن الشامل المثير للجدل لكن معارضي القانون يطالبون بسحبه كليا وإصلاح آليات محاسبة عناصر الشرطة عند خروجهم عن القانون عز غريب اسكينوز عربية باريس